نكمل في الاهلي ولا نروح بقى ل نكمل في الاهلي خليني اروح مع حضرتك برضو النقطة اخرى في ما نختص به النادي الاهلي يعني حيب دكرنا كم مشكلة واجهتنا في الفترة اللي فاتت وحنا دخلين على موسم كمان جديد فلازم اكيد القلطات دي يتم تلاشيها ويتم كمان وضع خطة جديدة انا ايه تاني ممكن يكون عندي كمشاكل مفروضة انتبه لها يعني احنا اتكلمنا فيه الحمد لله دلوقتي اصابات خفة تدعيمات جت لنا اعراض رجعت ولكن ايه تاني يعني فكرة هنا بقى الحاجات اللي انا مليش يد فيها زي الاجهاد التوقيتات الحاجات اللي ازي كده انا مش هكلم بقى عن تقص برضو ده لان انا لعب محترف ما عنديش مشكلة ان انا لعب تحت اي تقص وبيأثر بس انا مفروض اكون عارف اواخد بالي ان ده ممكن يكون موجود بس الحاجات المليش يد فيها برضو دي ازي ممكن يتم معالجتها لو تم تكرارها مرة تانية والنادي وفر اجهزة للاستشفاء قوية جدا وبأسعار أرقام عالية جدا علشان عملية الاستشفاء وعملية الإصابات احنا شفنا الشيناوي يتعمل له علاج على أعلى مستوى في العالم علشان يرجع بسرعة إن شاء الله علشان نتفادى الكلام ده يبقى احنا ماينفعش أنا كبني آدم في العالم كله هتلاقي العالم كله بيلعب بالليل إلا وحتى هناك درجات الحرارة هم نبقى حرارين جدا وهما لابسين جاجتات والمطر نازل فربنا خلق لحم ودم ماينفعش أننا ما تأثرش بدرجة حرارة 40 وارتوب عليك ماينفعش أننا تأثر احنا كلمنا مع حضراتكم قبل كده يعني تفقلنا خير برئيس الاتحاد الأفريقي إنه قال هيبقى فيه فار مابقاش فيه فار الملعب قلنا علشان يبقى فيه ملعب مستوي لأنك انت بتشتري لعيب بملايين لعيبة بملايين وانت بتعرضهم لإصابات سطيرة جدا جانب أدبي وجانب معناوي وجانب مادي أنت ما بتحمينيش وضغط مباريات حضراتك لو مافيش ملعب مستوي يبقى الفرقة ما تخشش يبقى فيه لجنة في الاتحاد الأفريقي فتروح تشوف الملاعب الملاعب دي تصلح لكرة القدم حضراتك في الحكم ونت نازل المباراة يشوف إذا كنت لابسة خاتم يشوف الستارز ده علشان إيه؟ سلامة اللعبين طبعا سلسلة طبعا فأنت بتدور على خاتب وسلسلة وسائب الحفرة في الملعب يعني فطبعا دي كلها حاجات فأنا شايف أنه يعني أكيد الفترة اللي جاية التلافي الأمور اللي هي كانت سلبية أعتقد أنها الميادي حضرت إيده عليها في بعض المراكز محتاجة تدعيم في فترة يناير أنا بشوف أن إن شاء الله لجنة التخطيط ومع طبعا شركة بكورة أتبقى بتتولى الملف ده مع كابتن محمود عارفين إيه لأن النادر الآلي معروف في العالم كله أنه نادي بطلات وبينافس برشلونا وريال مدريد على البطلات وبالتالي مش هينفع أبدا إن أنا يبقى عندي قصور في أي حت ولو ضغط المباراة يعني تكرر مرة تانية أنا هتصرفه إزاي؟ ما هو هتكرر ما هو هتكرر بنفس المنوال مش هيبقى بنفس المنوال لأن أنت أنت جبت سبع أو ثمن عناصر جديدة كويس الحاجة التانية هيبقى يعني محمد محمود أفشا طب أبقى محمد محمود موجود وليد سليمان موجود فيبقى مش هيعتمد على أفشا بس هيدل محمد محمود وبعدين في فترات طب أفشا ماشي طيب ربع ساعة نصف ساعة مريحوا منزل وليد زي ما حصل نصف الماتشل فات وهكذا طب أنه لعب أكرم الماتش ده أكرم الماتش اللي بعدين هاني يعني عندنا تصدي دلوقتي لأي جدول ممكن يكون مرسوم أو حيتم يعني معلول السنة اللي فاتت الموسم الماضي لما تعور قعد أربع شهور أفضل ما كانش بيبق لك صحيح فدي طب الأمور دي وعنينا كثير جدا في الفترة دي عبور